اجتمعت السلطة المحلية في محافظة تعيز بمدراء البنوك الحكومية والتجارية لتدارس المشاكل والمعاوقات التي تواجه عمل البنوك والقطاع المصرفي بشكل عام وقال مدير مكتب المالية في تعيز محمد السامع اليمن شباب إن الاجتماع عقد لوضع الحلول والمشكلات والمعاوقات التي تواجه القطاع المصرفي والتأكيد على العملية التكاملية بين البنوك الحكومية وبين البنوك التجارية والخاصة وقيادة السلطة المحلية من أجل توفير السيولة بشكل كاف كما جرى في يناير 2019 هذا الاجتماع تم الدعوة له اليوم من قبل أول وكيل المحافظة القائم بعمل محافظة المحافظة مع مدراء البنوك الحكومية والأهلية لغرض الوقوف على مشاكل البنوك والقطاع المصرفي بشكل عام ومن ثم وضع الحلول لهذه المشاكل والمعاوقات وثانيا من أجل التأكيد على العملية التكاملية بين البنوك الحكومية وبين البنوك التجارية والخاصة وبين قيادة السلطة المحلية بالمحافظة من أجل توفير السيولة بشكل كاف كما حصل في يناير 2019 عندما تم توفير السيولة بشكل كامل وتم صرف رواتب موظفي الدولة بشكل عام من البنك المركزي بمحافظة تعز دون الحاجة إلى نقل السيولة من المعاصمة الموقعة عدن والعناء الذي يتقشمه البنك المركزي والمختصين في نقل السيولة ترجمة نانسي قنقر